أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توفر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها وكذا العمل وعلم وصلة ضقي هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين وتم تلإشارته خلال الاجتماع إلى توفر مغزون من القمح يكفي لأكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر ومن زيت الطعام لنحو ستة أشهر وسكر حتى فبراير المقبل